فيها تلقي الإشعارات أو تفعيل خاصية تلقي الإشعارات من اقتراحات الأصدقاء مثلا سناب شات يقترح عليك طلبات صداقة في السناب شات أقوم بفتح السناب شات هكذا ثم بعد ذلك حينما تضر لهذه الشاشة أو الكاميرا تفتحه وليتغط على بروفايل هنا أو البروفايل ثم بعد ذلك إلى البغامات أو الإعدادات أو السيتيم بالإنجليزية ثم بعد ذلك إلى زر الإشعارات أضغط عليها هنا وكما تلاحظون خامس خانة غير مفايلة وهي خانة الإشعارات أو إشعارات اقتراحات الأصدقاء أو أحصل على إشعارات من حل أخر عن اقتراح الأصدقاء أقوم بفتح إليها من هنا وقد تمت الأملية بالنجاة وسوف تتلقى إشعارات اقتراح الأصدقاء من الآن فصيدا وهذا هي نهاية الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك وهذا كل شيء والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر